خلال زيارته الأخيرة للأردن قام الرئيس الإيطالي سيرجيو مترالا والوفد المرافق بزيارة مناطق أثرية وتاريخية في عمان ومادبة من ضمنها جبل القلع بعمان وجبل نبو ومركز بيت اللقاء في محافظة مادبة حيث اطلع خلال جولته على أهم المعالم الدينية والأثرية في تلك المواقع كما زار مخيم الزعتر للاجئين والتقى كذلك الجالية الإيطالية في المملكة وكان في استقباله بجبل نبو حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون والقائم بأعمال السفارة البابوية في عمان الوانسونيور مارو اللالي ولفيف من الرهبان الفرانسيسكان المشرفين على إدارة الموقع المقدس كما زار الرئيس الإيطالي مركز بيت اللقاء في مادبة حيث كان في استقباله هناك سيادة المطران ويليام الشوملي مطران الياتيني في الأردن وجمعا من الأباء الكهنة والرهبان والرهبات وشخصيات رسمية وعامة اشتركوا في القناة